موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم يا طلاب الصف السادس فصل دراسي جديد أتمنى أن يكون هذا الفصل أفضل بكثير من الفصل السابق هيا بنا إلى منهاج اللغة الإنجليزية للصف السادس يجلبوا كتبكم ويمشوا معي نعلم القصة استرخوا واهدأوا سيكونوا درسا سهلا يعني إن شاء الله هيا بنا يا أصدقائي زيارة إلى البحر الميت يعني داد ميت سي بحر وفيزيت زيارة استمع وأعد أي مكان تحت مستوى سطح البحر ديزيرت صحراء في حياتك غزال جربوة يعني جربوة إيش يعني تجربوة هذا حيوان يعني بشبه الحربائي يعني بيكون مان رجل مد طين أوسز واحة بالمي تري شجرات نخيل روك صخرة سالتي مالح سكن جلد سبرينج نبع طيب سبرينج لها معنى ثاني نعم ممكن يجي معناها ربيع سبرينج نبع و سبرينج كمان ربيع بالانجليزي طيب هات خلينا نشوف القصص يا أصدقائي listen and answer the questions استمع وأجيب الأسئلة have you ever been to the dead sea هاي ايمي بتحكي مع رانيا عمرك بحياتك ذهبتي للبحر الميت yes we went there two years ago نعم نحن ذهبنا هناك قبل سنتين have you ever floated in the sea يعني بحياتك أو عمرك طفيت في البحر no I haven't يعني أنا ما طفيت شو يعني يطفو يعني هاي شايفين الأصدقائك بطفو بطفو في على البحر على الماء يعني ما بغربهم بل على السطح هات خلينا نشوف ايمي و رانيا are looking at the internet ايمي و رانيا بنظرا على الانترنت they have found the dead sea هم وجدوا البحر الميت رانيا visited the dead sea two years ago رانيا زارت البحر الميت قبل قد سنتين the man in the picture is floating and reading a newspaper الرجل في الصورة يطفو ويقرأ جريدة طيب هات خلينا نشوف القصة الثانية do you know that the dead sea is very salty هل أنت تعلمين أن البحر الميت مالح جدا there are no fish or plants in this sea هناك لا يوجد لا يوجد لا سمك ولا نباتات في هذا البحر really حقا some plants can grow between the rocks بعض النباتات متستطيع النمو بين الصخور Amy and Rania Ben as if Amy, Rania and Ben Amy, Rania and Ben are looking at the pictures of the dead sea يعني ينظرون على الصور of البحر الميت للبحر الميت the water is very salty الماء مالح جدا palm trees grow in an oasis because water comes from a spring أسجار النخيل تنمو في الواحات لأن الماء يأتي من النبع طيب القصة الثالثة هات خلينا نشوف have you ever put dead sea mud on your body يعني عمرك بحياتك وضعت طينة البحر الميت على جسمك ah no I haven't why would I do that yuck يعني لا أنا ما عمريش why لماذا أنا أفعل ذلك yuck يعني شو مقرف مش حلو ايمي بتقول ah because it's a medicine and makes your skin feel like great لأن شعني medicine لأنه دواء و makes يجعل your skin جلدك يشعر يعني شعور رائع أو عظيم Amy and Ronnie are looking at photos of people with black mud on their bodies Amy ورانيا ينظرون على الصور لأناس بالطين الأسود على أجسامهم the mud is a medicine for your skin أطين دواء لجلدك طيب هات خلينا نشوف الرابعة والأخيرة the dead sea is below sea level البحر الميت تحت مستوى سطح البحر have you ever been anywhere below sea level يعني ها عمرك كنت في أي مكان تحت سطح البحر هاي راني شو بتقول ايمي آسف بتقول no I haven't يعني لا أنا لم أكن yes I have نعم أنا كنت I have seen a geobora and a gazelle أنا رأيت جربوع و غزال have you ever seen a desert animal يعني عمرك رأيتي حيوان صحراوي هاي قالت إني شفت الجربوع و الغزال رانيا و عمر و بن و ايمي بتحدثوا عن البحر الميت it is 400 meters below sea level إنه 400 متر تحت سطح البحر there are many desert animals near the dead sea هناك كثير من الحيوانات الصحراء قرب البحر الميت طيب يا أصدقائي يعني عن شو كانت القصة هان هاي هانا ايمي و رانيا عن شو حكو إن عمرك روح تعدد سي ايش عن البحر الميت و قالت لها عمرك طفوتي ايش يعني طفا floated in the sea لا هاي طفت ولا هاي طفت بس هي راحت قبل قد رانيا visited two years ago قبل سن سنتين و الزالة ما هذو شو بيسو بيقرأ شو newspaper ايش عن newspaper جريدة طيب هاد خلينا نشوف القصة الثانية قال لها بتعرفي إن في البحر الميت لا في سمك ايش يعني سمك fish تمام و النباتات plant في هذا البحر قالت لها حقا عن جد تمام ليش يا أصدقائي لأن very salty ايش يعني very salty يعني مية مالحة جدا جدا هاي هي كانت القصة طيب طيب و آخر إشو يا أصدقائي سألوا عمرك كنت في محال تحت below sea level يعني below sea level يعني تحت مستوى سطح البحر شعني أي مكان anywhere هاي هانا قالت لأنه I haven طيب قالها عمرك شاهدت حيوانات الصحراء شو مثال على الحيوانات الديزيرت يا أصدقائي شعن ديزيرت صحراء شو مثال عليها الجربوع والغزال الجربوع والغزال اللي هو الغزال وصلت يا أصدقائي هاي هي الحيوانات اللي بتعيش قربية البحر الميت هات خلينا نشوف تكملات القصة انه التكملات الدرس listen and circle the words you hear them match them with the pictures استمع ودور الكلمات أنت تسمعوها وبعدها وصلهم بالصور Oces Oces اللي هي واحة وين الواحة هاي هالواحة desert صحراء وين الصحراء هاي هالصحراء palm tree شجرات نخيل وين ال palm tree هاي هاي جربوع الجربوع هاي الجربوع هاي هاي الغزال فار man شو يعني المان هايو الرجل man يعني رجل man يعني رجل rock شو يعني rock صخرة هاي صخرة gazelle غزال هاي الغزال ever يعني عمرك have you ever دان بسأل have you ever skin جلد وين الجلد هايو anywhere اي مكان اي مكان هايو اي مكان هايو مد شعني مد طينة طينة below sea level تحت مستوى سطح البحر salty you put dead sea mud on your skin it make your skin feel great انت تضع طينة البحر الميت على جلدك وتجعل جلدك يشعر بشور رائع there are no fish or plants in the dead sea هناك لا يوجد لاف سمك ولا plants نباتات البحر الميت because ايش الماي شو مالها salty شو يعني salty مالحة too salty يعني مالحة كثير the dead sea is 400 by ولا below sea level below sea level يعني البحر الميت 400 متر تحت سطح البحر when water is very salty you can float in it عندما الماء مالحة جدا انت تستطيع الطفو فيها and osis is a place in a desert and it has a lot of trees الواحة مكان في الصحراء ويحتوي على كثير من الأشجار وصلت الفكرة يا أصدقائي spring شو يعني spring spring يا أصدقائي معناها نبع osis معناها معناها واحة كل هذا برجع على شو على المعنى يلا خلينا نكمل read then take يعني write the correct answer يعني ضع صح على الكلمات الصحيحة you can float and read the newspaper in the dead sea صح مية بالمية أنت تستطيع أن تطفو وتقرأ جريدة في البحر الميت مية بالمية صحيح there are some fish and plants in the dead sea now there are no fish ما فيش شي سماك هنا أحط لك بعض الأسماك في بعض الأسماك لا خطأ إذن هاي خطأ the water in the nose is coming from the sea البحر الماء فيه الواحة يأتي من البحر هذا الحكي خطأ من من بيجي من spring شعن spring نبع the mud from the dead sea is a medicine صح مية بالمية الطينة من البحر الميت دواء صح the dead sea is below sea level البحر الميت تحت سطح البحر نعم صحيح palm trees grow in the noses أشجار النخيل تنمو في الواحة أو الواحة رانيا showed Amy a picture of a man رانيا أرد ايمي صورة لرجل he was floating in the dead sea هو كان يطفو في البحر الميت you can see gerbors and gazelles in the desert أنت تستطيع أن ترى الجربور والغزلان في الصحراء they are desert animals هم حيوانات صحراوية sometimes plants can grow between rocks in the desert بعض الأحيان النباتات تستطيع أن تنمو بين الصخور في الصحراء the dead sea is interesting البحر الميت مهم have you ever seen anywhere like that يعني عمرك رأيت أي مكان مثله أوكي مثله بالضبط read page 4 نقرأ الصفحة الرابعة then write answer to the question بعدها أكتب أجابات للأسئلة can you float in the dead sea أتستطيع أنت تطفو في البحر الميت yes I can float why can you float and read a newspaper in this sea لماذا أنت تستطيع تطفو وتقرأ جريدة في هذا البحر ليش؟ لأن الماء شمالها very salty it's very salty the water is very salty يعني مالح جد جدا does anything live in this sea هل أي شيء يعيش في هذا البحر no nothing شيء عن nothing ولا إشي what grows in the noses يعني مالذي ينمو في الواحة the palm trees إيش عن the palm trees أشجار النخير some plants بعض النبات where does the water come from in the noses من أين يأتي الماء في الواحة a spring شيء عن spring نبع why do people put dead sea mud on their skin ليش الناس بحطوا طينة البحر الميت على جلدهم it has medicine in it إنه يحظى بالدواء فيه طيب هاد خلينا شو شو معنى below sea level تحت سطح البحر spring نبع rocks skin جلد desert صحراء mud palm trees أشجار النخيل gerboos and gazelles are desert animals الجربوع والغزال شو مع المحيوانات صحراء the dead sea is 400 meters شو مع البحر الميت 400 متر تحت شو below sea level تحت سطح البحر the spring in the noses make the palm trees grow النبع في الواحة بخلي أشجار النخيل تنمو people put dead sea mud on their skin الناس بتحط طينة البحر الميت on their skin على جلدهم because it has medicine in it لأن إلى فوائد دوائية plants can grow between rocks in the desert plants النباتات تستطيع النمو بين الصخور في الصحراء read and circle the correct words اقرأ ودور الكلمات الصحيحة طيب شو منحط have you ever شو بحط بعد ever floated تصريف ايش الثالث have you ever floated in the dead sea يعني عمرك طفيت في البحر الميت have you ever seen تمام الجربوع يعني عمرك رأيت جربوع have you ever tried تمام to put mud on your skin هل عمرك انت حاولت تضع الطين على جلدك have you ever drunk water from a spring هل عمرك انت شربت مية من النبع have you ever been to anosis يعني عمرك روحت لواحة have you ever climbed the palm tree عمرك تسلقت تشجرات تخير طب يا أصدقائي يوم بشوف ever يعني شو بدي أحط التصريف الثالث ثم عظم الأحيان بحط تصريف الثالث شو بازيد ل ed بس في شغلات شواد يعني c شو بتصير seen a drink شو صارت a drunk b شو صارت bean ديروا بالك ونحفظ الشواد وندير بالنا فيها بس في معظم الأحيان بحط ed طب هدخلينا نشوف read and think complete the question with correct words اقرأ وفكر أكمل الأسئلة بالكلمات الصحيحة هدخلينا نشوف شو الكلمات have they ever fly شو صارت fly flown in a plane يعني عمرهم هما طاروا في طيارة طيب have they هاي شو بحط في الأول have they ever float شو بتصير floated in the dead sea يعني عمرهم طفوا في البحر الميت float شو بتصير floated have they ever هاي when شو بتصير won a running race يعني عمرهم فازوا في سباق جاري have they ever ridden a camel اعتقد ridden معقول التصريف الثالث من right ridden a camel يعني عمرهم قادوا هما جمال طيب هاي بات أكدوا لكم منها وراح اردو لكم عليها خبر have they ever harvested olives يعني عمرهم قطفوا الزيتون تمام هذول التصريفات بنا نحفظ float floated تمام وبنظلها بنفس الطريقة floated when one ride اعتقدش ride ridden يعني هاي أشوك فيها harvest harvested تمام نحفظهم هذول تصريفات الثالثة يوم بيجون مع عظم طيب حانا think and write the correct questions and answers فكر وأكتب السئلة الصحيحة والإجابات هدى falling of a pike هدى وقعت من دراجة راشيد climbed a palm tree يعني راشيد تسلق شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة